اشتركوا في القناة وصلنا ولله الحمد والمنا إلى تفسير سورة العادية تقدم معا أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم إلا بالله ومن حلف بغير الله فقط كفر واشر نعم نعم أن الله سبحانه وتعالى في القناة عندما تعدو وتجري بسرعة يخرج لها من هذا الجري من النفس صوت يسمى بهذا والعاديات ضوحة أي أن هذا الصوت عندما تجري هذا الخير يخرج لهذا الصوت يسمى ضوحة والعاديات ضوحة يعني تعدو حتى يخرج من هذا الصوت نعم الله سبحانه وتعالى يسبب عندحة أموة الضحة يسبب عندحة والتعالى كانت من هنا يسبب قوم بسرعة يسبب عندحة أموة ثلاثة يسبب عندحة وَعِنَّمَعَ تَجري تَعْخَرِبْ عَرْجُرِيهَمْ عَحَوَيْهَمْ يَنْقَرِحْمِنَ الْأَرْضِ كَشْهَا وَهَا يخرج لديك أحيانا شرار عندما تأخذ حجر وتضرب به آخر يخرج شيء من الشرار فهي من القوة العدو الجري عندما تضرب على الأرض وخاصة على الصخط أو الحجار يخرج كالشرار يعني مثل ما تأتي من هذا القدائل نسموه القدائل هذه التطورات الأحيان يحقق منها من أتقديل يرتد أخذ يحقق من الأسائل سيجعل الأسائل ونحتى الأسائل سيجعل تحقق من الأسائل ذلك هي نفسية التحقق والها الأزول الهوارد العربي بين الأرض والحيث يصير مستقلة في هذه المعاملات فاللمغيرات الصبح لأن الحرب في الغالب تكون في أول النهار هذا عالم جرت عليه العهد فهي تكون في هذا العهد وفي هذا الخروج وعندما تخدح وتغضي هذا بأرجوليا في هذا العضو تصير العبار في المعطل في الصبحة نعم ثم يتحدث هذا العضو تثير الغبار نعم فأثرنا به نقعة ثم الخيل عرفت بماذا بأنها يعني تدخل في الأعداء ولا تخاف فوسطنا به جمعة يعني هذه الخيول خاصة التي يعني عرفت بأنها مدربة تدخل في وسط الأعداء ولا تبالي فوسطنا به جمع نعم فبالك إذا كان على هذا الخيل فالس من الفرسان وبخاصة من هم من الشجعان كالصحابة رضو الله عليه نعم وكما نتلقى كّل من هم شك οι هم هم 다시 فلسلغار så då kan ni tänka resultatet av det här anfallet från الله قلنا أن الله سبحانه وتعالى ما هو المقسم عليه som vi sa tidigare så الله svär vid de här sakerna vid de här skapelserna och vad är männingen med detta alltså المقسم عليه أن الإنسان لنعم الله ولما امتنى الله سبحانه وتعالى عليه فهو دائما إلا ما رحم الله يجحد هذه النعم نعم ويمنع هذه النعمة ويمنع شكرا المنعم المتفضل نعم الله سبحانه وتعالى ومن أشهد على هذا هو في نفسه ومن أشهد على نفسه ومن أشهد على نفسه ومن أشهد على نفسه لأنه يحب بالخير يعني يحب أن يكون لديه كل خير نعم ثم يحب الأمكة من الله سبحانه وتعالى لأن يوم القيامة يخرع الله سبحانه وتعالى الموتى من قبولة نعم وقالالك حصلا ما في الصدون أي أن الله سبحانه وتعالى وحاسب العبار على أعماله وأن الله سبحانه وتعالى straffar och belöner könانا في درس إذن الله أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم الظواهر والسرائل لأن الخبير هو الذي يعلم البواطن وإذا كان يعلم البواطن فهو يعلم الظواهر من باب أولى فالله سبحانه وتعالى خبير بما في الصدون خبير بالأعمال الباطنة فما بارك بالأعمال الظاهرة وهذا يوجد الخوف من الله سبحانه وتعالى والاستعداد لهذا اليوم أي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى على horizontally ويظهر ان المشاهد FF عمال البمتال وإنسبة كون المشاهد وضع الله سبحانه وتعالى لا يوم القيامة لا يوم القيامة ارية وإنسبة كل هذا وإنسبة الله سبحانه وتعالى لكن يقدم رضا الله سبحانه وتعالى ويجعل هذه المحبة محبة الله سبحانه وتعالى مقدمة على محبة الدنيا والمال فمثلا يخرج السكان الواجب مع أنه محب لجمع المال والإكتاب الأوالي مثلا نعم يمحب أن يخلق محب كنت في التأعيد وفي أطبال الله س고ك تغيير والمعت في القريطة لم يكن أفادكم لكن من أنجب لبيش المال ولكن منwriting الأ thirteen mec ما أدافل niye الواجب يجب أن تحذيره لن يعطي أن يجب أن تحذيره لنفسه على زمن الله سبحانه وتعالى اشتركوا في التقبلي والله هو السبب اشتركوا في القناة أحَنَا وَحْنَا وَحُنَا 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 وَبِرِهِ النَّرِيهِ أطول الشيء دلسught أطول الشيء الدهن أطول الشيء دلس Sverige قمت بسم طور الشيء دكثنان تبلد شخص اليك أطول الشيء دلس فرسطا och när de gör detta så skapar de även gnistor för de springer ju med hästskor och när de springer på stenar och dylikt så kommer det gnistor ifrån sig som om man skulle ta en sten och slå den mot en järnbit och så kommer det en gnista och när de här galoperade hästarna springer så snabbt så slår de gnistor ifrån sig och därefter när de blabber blandas med så blir det mycket damm kring dem så de galoperar fort gör det här ljudet ifrån sig gör gnistor av sig och därtill så samlas så blir det dammit runt om dem och Allah s.a. nämmer i kapitel att de oftast strids på morgonen och på den tiden brukade man oftast när man skulle strida ge sig ut i anfall på morgonen och det var alltså scenen och traditionen den tiden man brukade strida på morgonen och dessa hära hästar galoperar rakt in i fienden utan att känna något som helst rädsla de är tränade och känner ingen rädsla så de springer rakt in i fienden utan frukta och tänk dig då om de galoperar så modiga män som sahaba vad blir resultatet av det av det som modiga hästar och modiga männen som rider rakt in i fienden och vad är det att Allah s.a.w.t och Allah s.a.w.t som nämnde tjefen om att Allah s.a.w.t s.a.w.t om det har gått kuffer eller kyrk som profeten sa och kallas så här då att människan befinner sig av oss govor för govorna är många men de flesta människorna visar inte tacksamhet för dessa govor som människan får så människan är i kap de här govorna och glömmer bort Allah s.a.w.t och visar inte tacksamhet till de här govorna och då nämnde Allah s.a.w.t att de här människorna kommer att vittna mot sig själv på de här dagarna så jag inte lov med att andra saker kommer att vittna de här människorna kommer att vara vittna mot sig själv och innehållna alla dälke la shahid och kan Allah s.a.w.t hota dem då för de här människorna älskar riktigt dem på ett våldsam sätt otroligt mycket och låter den här kärken komma framför Allah s.a.w.t så Allah s.a.w.t hota dem då och han nämnde att de här döda menikorna de här liten s.a.w.t de här liten s.a.w.t de ska komma upp från sina gravar igen och de ska få åter uppstå och allting som de har död i sina bröst på varian kommer att åslejas så de kommer att åslejas och de kommer att åslejas och de kommer att åslejas i kväll och att Allah s.a.w.t är ett khabir och khabir innebär s.a.w.t att Allah s.a.w.t att Allah s.a.w.t att Allah s.a.w.t vet exakt vad vi gör allting synligt som dåligt så vad ska man göra? Man kan älska dunja men denna kärleken till dunja ska ni komma framför kärleken till Allah s.a.w.t så när man ska ge zakat man älska att ta få sina pengar men man ska älska Allah s.a.w.t mer än man älska pengarna att skänka och man ska lägga sig själv man ska lägga Allah s.a.w.t framför sig själv så denna detta kapitel varnar mig för att lägga sig själv och lägga själv och lägga själv framför sig själv framför Allah så vi sa att det ska lägga Allah s.a.w.t من أسمع يوم القيامة القارعة لأنها تقرأ القلوب و تخيف القلوب و يكون فيها فزع وخوف من الناس و يقول الله سبحانه وتعالى وما أدراك مالقارعة هذا فيه التخويل من هذا اليوم و لا بد من الاستعداد في هذا العمل يعني في الدنيا نعم والله سبحانه وتعالى ففضل و ما أدراك مالكيات سبحانه وتعالى و يقول الله سبحانه وتعالى شيء مما يكون في هذا اليوم مما يكون يوم القيامة والله سبحانه لأفترون باني بسكريبا بالاسم كومري هندر يكون الناس كالفراش المبثوث المنتشد هناك بعض الحشرات الصغيرة تراها عندما تشعل النار ترى بعض الحشرات يعني تتحرك حركة عجيبة لا تدري أين تذهب حتى أنها أحيانا تدخل تقول هندع مسأحلية ترى بعض الحشرات تأكد من أحيانا تدخل التي تتحرك حركة عجيبة حتى أن أحيانا تدخل يقوم بوصها داخل النار نعم و ‫نعم على هذه الناس أم تدخل يجب أن تدخل جديد يجب أن تدخل يتخل تدخل 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 وتدخل يوجد تماما تدخل تدخل فالناس يوم القيامة ترىهم كهذه الحشرات يمشي الواحد منهم كأنهم يعني غير عاقل مجنون أو سكرا وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد أمر عظيم يتحرك الواحد منهم لا يدري أين يذهب لا يدري هل يتقدم يتأخر يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال كما هذه الحشرات التي ترى مهم وفتلكم الإجارات التأكد من المقاطين نعم وخلق المقاطين يغلقون أيضا من الحق أن تجتمعين على محترات المقاطين ذلك أنت من المقاطينًا ستكون أنه تم تقع حيات المقاطين يشهد على الإجارات المقاطين , من يتعون المثالين ، من يتعونع المثال ، سألوه بالأغطى , من يتعون البحث ، سألوه بالأغطى , ثم هالغة خيارة الخيار فعلت الأشخاص كم كمثال مهم دعوة بالأغطى دائما يتعونون الحدث من العلاج هناك من إزاان والمهات السنة والمودّ سيكونين منهم يؤمنون بأنه ويوم القيامة يوجد ميزان و هذا الميزان يوزن به أعمال عباد نعم وأن الله يرى منهم وأن الله يرى منهم فكرة يعتبر أنه يفررنا أنه يحب بها الله سيقول والله سيقول أنه يجب أن يجب في هذه الضالة يوزن بهذا الإزال أعمال العباد نعم وقد يوزن العامل كما جاء في ابن مسعود رضا عنه نعم وقد توزن الصحف كما في حديث البطار نعم وكما في الحديث البطار لكن هذا البطار يوجد فيه على ما يريد الانسان أو على ما كانت لديه من ثقال في الوازن لا لكن المؤمن الذي يعمل في هذا الدنيا وفي قدر ما يعمل في هذا الدنيا يكون الجزاء يوم القيامنا سأل الله من فضلك نعم نعم وكما في هذا الدنيا يوم القيامنا في هذا الدنيا يوم القيامنا في هذا الدنيا قال ماذا يكون لهم قال فهو في عيشة راضية أجمل وأحسن ما يكون و هذا من نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصن ثقال في خلال وده يتدفع وإذا كان يكمل من الضبع فأمه هاض نعم فأشهار ذلك وإذا كان يتدفع ومه ومن خبك في هذه الحالان في هذا الطوال إذا كان يبغي من الخبز يأخذ هاضح ore فإذا كان هذا يدفع فَأَمُمْ هَوِيَا إِمَّا أَنَّهُ نَسْأَ اللَّهُ عَامِيَ وَسَّلَامِ تَكُونَ ها دِهِ النَّارِ تَحْتَظْنُ وَ تَكُونَ لَهُ كَالْوُمْنَ حَلُىبُونَ وَيُقُونَ بِهِ الْهِ النَّارِ وَ تَكُونَ لَهُ هَا دِهِ النَّارِ تَحْتَظْنُ أَمُّ هَوِهَا أَنت Och orden här vi i det här sammanhanget då beskrivs som att när en moder tar sitt barn till sin fem och omhamnar alltså det här med fem det är beskrivs som fem så spahan er den kommer bli den här människans fem أو أنه من السرعاب للسلامة يلقى في النار على أول ما يكون من دماغه يلقى بأم رأسه في النار من أعلى النار في السرعاب للسلامة إلى الهاوية إلى آخر النار أو أن من إضافة الله يساعدين ثم بيان الله سبحانه وتعالى وحذّق العباد من هذه الأنار بقول سبحانه وتعالى وما أد Phantom كما هي يعني ما أدرات ما شأن هذه النار وما فيها من العذاب الأليم الشديد نعم وأهل السنة والجماعة السراج عنه وياكم منه يؤمنون بوجود الجنة وأن الجنة نسألها من فضله درجات ويؤمنون كذلك بوجود النار وأن النار نسألها بالسلامة درجات نعم نعم ليس فيها أي خير نحن نعرف أن النار الدنيا يستفاد منها وقد تضر لكن النار الآخر لنسألها بالسلامة ليس فيها فائدة وليس فيها خير نار حامية يعني حتى كانت في الاشتعال حتى أصبحت سوداء مظلما نسألها بالسلامة على ما سيأتي في بعض الآيات نعم هذه الصورة فيها التخويف من يوم القيامة نعم وما يكون الناس من الانتشار فيها نعم وما يكون من حال الجبال كالعهن المنفوش يعني أن الجبال تكون هذه الجبال التي تتراها الآن ثقيلة تكون كالصوف الذي يكون ليس له وزن منتشر في كل مكان يعني تدقى الجبال و تكون كالنا صوف أو شين من القطن من تشير حكذا في هذه الأرض يعني لا أعطى لها وزن ما تقرأ نعم وحد الأشب والحل والد فيها المنفوش من أن يكون مطلقين المنفوش وفي هذه الأرض الأرباء نعم لأنه لا يمكن أن تغيره وهادة التغير ونسبة تغيره وانا اشخاص في هذه الحالة أصدق الناس في وزن الأعمال أو العامل أو الصحف إلى فريقين أصدق الهو عيش الرابي وأن أصدق الناس وصلاة والسلام يحوما والنار أول ما أدخل فيه من النار أول دماغنا صلى الله عليه وسلم والسلام يحوما والوافق والسلام يحوما والسلام نعم الله الثقة من التفسير والسلام الله سبحانه وتعالى يقول ألهاكم أي أشغلكم أشغلكم عما عما خلقتم لأجلك هل خلقت لجمع الأموال لتكثير الأولاد والأنصار والعبيد والجنوب والسيارات وما إلى ذلك لا لم تخلق لها لذلك هل أنصار هل نقمنا هل أنصار لا يقضي على الوحيد في違反ي على المميز بالاكدس ليس جيدا كان هناك حتى لها جداً لها هو هو أننا نجمع على الوحيد عندماً نقم العالم ولد من طولها نقوم بت إandelاء يخطر وكل ما يشعر وصول من يقول أننا سأل قرار بشكل أهمية لا يمكن أن نصرف الناس لكل مال لكن هذا مال يجعل أن يكون مالا ويكون ينصرف عن أخر ويكون ينصرف عن العباد أما فريقا نأجم نعم لا يمكن أن يكون لديك المال لكن هذه المستقبله لا يستطيع ان تخطط الوصف عن ما تخطط الوصف من هممهارات مجددة هذا الذي تخطط الوصف عن الاسم الذي تخطط الوصف عن المتابعات ينتبه عند الموت الهاكم التكاثم أي أشغلكم جمع الأموال والأولاد والعبيد والأنصار ومعن ذلك عن ما لعما خلقتم لأجله ومتى تنتبه حتى زمتم إلى أن أصبح الواحد في قبره الآن ويعرف التي تتركها ولا اعطيهم القدم في هذه الدولة وليس لا أتدت عندما يكون منذ عندما يُولى تينه وكأن في العظام أحسبه أن الآن الانظ انتcheckت مجرد لأجله ونحن لأجشارة انتصلت إلى أجلت الأن السر هذا يجب أن يكون لأجشارة ومعن الآن ترجمة نانسي قنقر يقول أنا أعمل تعمل في مالا وأننا نعرف أن لديك مال و لديك كدر لماذا لا تخرج الزكاة الواجبا قال لا أريد أجمع مئة مليار مثلا حتى بعد هذا أخرج هذا الزكاة لديه ما يكفي لماذا لا تخرج الزكاة الواجبا لماذا لا تخرج الزكاة الواجبا من هذا إلى متى؟ إلى أن يدخل في قبل ثم قال هنا حتى زرت من مقابل قال أعرابي ليس الزائر بمقيم يعني الآن أنا قدر هنا زائر في هذا البلد هل لدي إقامة في هذا البلد؟ لا لابد من الانتقال من هذا البلد صحيح؟ إذن أنا أسمى الآن مقيم في هذا البلد أو زائر؟ زائر فهذا الذي يأتي إلى القبول هو زائر لابد أن ينتقل من القبر وهذا هو اليوم الرابع إلى اليوم الآخر إلى اليوم الخامس إذن هذا فيه إثبات البعث والنشوء وأن القبر ليس على ما يقول بعض الناس بل هذا والله يكذب وإنكر لليوم الآخر عندما يقول انتقل إلى مثلها الأخير نبقي بعد هذا ونستدل على هذا بماذا بقول الله تعالى حتى زرتهم المقابل نعم إذا شمصوا نمأ سير الله سبحانه وتعالى نعم نعم så är man i fjärde stadiet som vi sa tidigare och man har ett stade till och det är den sista dagen på uppståndelsedagen och عند det här تعlam haqqa wa siddqa maada anna haath dunya darhama wa la hanfa'ala minal shtigal vid dunya an al-akhir och man måste ju inse att det här livet är gjort förhandlingar och man ska inte liksom prioritera livet än det andra livet så man måste ju ha som sagt balansen och veta att andra livet också måste ju prioriteras de lärda delar kunskap i tre kategorier ilm, yakin jaanimuqin bihada al-amr mia bil mia misalo nahnu al-al-lahi la ana shukk fi wujudin illa fi ifradill allah subhanahu wa ta'ala bin wa'an tawhid al-thalati fi anna nabi sallallam abdil allah abdil allah rasul lakadab fi wujudal jannah wujudal nahn naam misalo vi har en till exempel total övertygelse om allah allahs existens framtid allah sallallam paradiset elden så att vi har total övertygelse som kallas för yakin naam naam hada yusama rilm yakin asbaha al-al-thalati asbaha al-al-al-ilm al-al-ji asbaha al-al-jannah asbaha al-al-ji naam nästa nivå av kunskap är det synliga det vill säga att i dunia har vi total övertygelse och när man död och ser paradiset då har man kommit till nästa nivå där det kallas för kunskapen synkunskapen där du ser med dina ögon paradiset القسم الثالث حق اليقين وهذا نسأ الله سبحانه وتعالى من فضلي عندما يدخل أهل الجنة إلى الجنة يتحول علم اليقين الذي كان في الأول وبعد هذا كان عين يقين عندما عندما يدخل أهل الجنة إلى الجنة نسأ الله سبحانه وتعالى يكون هذا حق اليقين نعم في العم探 بصدا vãoواحقت أجل أنزلا نظم دخل أنزلاً سيتيل اهل الجنة كانت أجل أقلم ثم لا تعلم هكذا يعلم حق اليقين نعم إذن هذه أنواع العلم الثلاثة علم يقين وعين يقين وحق يقين نعم بعد هذا لو كان لدينا علم يقين مئة بالمئة لا يقن بما أخبر الله سبحانه وتعالى من وجود الجنة والنار وأن النار نسأل الله السلام العام جحيم عذاب عليم و هذا يوجد من الخوف والعمل في هذه الدنيا و ترك التكاثر من الأموال وما إلى ذلك والإقبال على الأخرى نعم وأن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عادي والسلام نعم وددت سمساك كومبلي أني لكشون باكلي هيت تركيز لما دعم لديفو مو الله سبحانه وتعالى في الوصف عن هالبتر لديكم السيد دتا يدوم لهم ثم هم القيامة سنسأل عن النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علي هل قابلنا هذه النعمة بالشكر أو بالكفر نعم يدوم لكم الله سبحانه وتعالى فلوغوز أم دوم ووغو سبحانه وتعالى هل قابلنا هل قابلنا هل قابلنا هل قابلنا هل قابلنا نعم إلى هذه السورة فيها التحديد من الاشتغال بالدنيا عن الآخر وأن هذا يجعل الإنسان يظل في هذا الطريق ولا ينتبه إلى أن يدخل إليه هذا طريق نعم لذلك قابلنا هل قابلنا هل قابلنا قابلنا هل قابلنا هل قابلنا نعم وقابلنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من المخلوقات وليس لنا نقسم إلا بالله نعم أن الإنسان الذي يخص كل إنسان فهو خاص ونحن نعلم أن كل واحد سواء كمسلم أو كافر فهو يريد دائع الركب ولا يريد الخسارة نعم 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 استثنى من الخاسرين من الذين آمن وتقدم معنا أن الإيمان لابد فيه من قول باللسان واعتقاج بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيده بالضع ونقص بالمعصية وهو أعلى من الإسلام يؤمن بأركان الإسلام الخمسة ثم يأتي بأركان الإيمان السيطة نعم 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 وتغييرها بزيارة ثم إعادة رغضاً إذا نحتاج كل أيضا همانات مشارجية فلنظر الأمر أن صفحت تقليد بقية نعم الله